اشتركوا في القناة سوف اتركوا لك كوبون تستطيع ان تقوم باستخدامه لخصم 20% من سعر الخدمة نبدأ على بركة الله سوف نتكلم ان شاء الله في هذه الحلقة عن مرش هانتر اقوم بالضغط عليها بهذا الشكل بعد ذلك استطيع ان اكتب اي كلمة مفتاحية اريدها هو استطيع ان ابحث بشكل عام لا اريد ان ادخل اي كلمة على الاطلاق حتى عندما اختار في البيستسيلر رنك مثلا افضل 100 سوف يأتيني بافضل 100 قميص على الاطلاق يملك بيستسيلر رنك او ترتيب جيد على الامازون بعد ذلك استطيع ان اختار الماركت بليس او السوق هل في الولايات المتحدة الامريكية في بريطانيا ام في المانيا دعنا نتركه في الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك استطيع ان اختار المنتج الذي اريده تي شيرت او التي شيرت الذي بالاكمام البوب سوكت الخاصة بالهاتف التي تمسك الفي نيك وهو نوع اخر من تي شيرت دعنا نستمر على ميرش باي امازون اه شيرت بالنسبة لي البستسيلر رنك بالنسبة لي اشخصيا اقوم باختيار من واحد الى مئة الف واقول اريني افضل مئة فقط فيما يخص السعر لا يهمني صراحة فلن يهديت ذلك معي فارق بحيث اني استطيع ان اترك كل الاسعار ربما من الاحسن ان تضحى مثلا فوق الثلاثة عشر فلا يمكنك ان تبيع في الميرش باي امازون اقل من اربعة عشر وتكون مستفاد لا بأس لن تأتيك نتائج بهذا الشكل استطيع ان اختار الترتيب على اساس السيلز رنك او ترتيب البيع على الامازون او استطيع ان اختار على اساس مراجعات المشترين للأقمصة بالنسبة لي هذا الخيار تستطيع ان ترى الاشخاص الذين هم اراضون اكتر عن المنتج او عن طباعة التي شيرت دعنا نبحث اولا عن ترتيب البيع على الامازون بعد ذلك اقوم باختيار البحث لتأتيني النتائج بهذا الشكل يا صديقي تستطيع ان ترى هذه المنتجات وتحصل على كل المعلومات الخاصة تستطيع ان تقوم بإضافته الى المفضلة الخاصة بك في حال اردت ان تعمل عليه في المستقبل ترى انه بإمكانك ان ترى ايضا الريفيو كم من شخص قام بعمل الريفيو للمنتج ستون شخص او تسعة وخمسون بالضبط ترى سعر المنتج ترى البستسلر الرينك ايضا بإمكانك ان ترى انه يبيع 23 قطعة في الشهر او اخر 30 يوم تستطيع ان ترى الفيوتر الخاصة بالتصميم كذلك ديسكريبشن وهذا امر رائع جدا ما يهمني جدا في هذه المرحلة او في هذه الحلقة هو تفقد هذه الخصائص الديتيل او الخصائص اقوم بالضغط عليها واشاهد نقطة مهمة جدا ايضا كما ترى تستطيع ان تشاهدت الريد مارك ولكن ما يهمني هنا يا صديق يا اصدقائي هي البستسلر الرينك وكيف يتطور معي فمثلا هكذا ارى انه وصل الى الذروة اكتر من مرة والتصميم بدأ يموت معناه اني متأخر عن الحفلة ولن اضيع الكثير من الوقت في دخول منافسة في هذا النيتش ربما سوف ابحث عن تصاميم اخرى ليست بعد وصلت الى ذروة البستسلر الرينك مثلا دعني اقوم بالدخول على هذا بشكل عشوائي صحيح انه العمل هو عمل يا صديقي وليس منجم دهب هناك من يقول لي بحث خمس دقائق ولم اجد بحث عشرة هكذا كأنك تتصفح في الفيسبوك او تضيع وقتك في شبكات التواصل الاجتماعي ولكن هنا انت تبحث فعلا فعلا انت تبحث عن منجم الدهب او عن الشيء الذي سيغير حياتك لهذا تستمر في البحث الى غاية ان تجد شيء لم يصل بعد لدروة البستسلر الرينك معناه او ما يقال عنه في هذا المجال انه صار هذا التصميم محروق بالعامية تحرك زي تباعوا وفضت الحكاية وفضت الزردة جتي روتار هنا مكلة تكسر راسك المهم اتمنى ان تكونوا قد فهمتم العامية الجزائرية اذا لم تفهموا العامية اذكروا لنا اسفل في التعليقات حتى لا نعتمدها مرة اخرى اطلاقا كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم اتمنى ان لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك كومت اسفل هذا الفيديو انت حر في ترك اي سؤال اسفل هذا الفيديو وسوف اجيبك ان شاء الله لا يوجد اي شخص على القناة لحد اللحظة ترك سؤال ولم اجيبه لحد اللحظة مادم الامر لم يخرج عن السيطرة وتأتيني الاف التعليقات لا تنسى ان تشترك في القناة اذا كانت هذه اول مشاهدة لك للرقم فارس تفعيل الجرس مشاركة الفيديو مع الاصدقاء الذي ربما سيفيدهم هذا المقطع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تبخلوا علينا ولو بدعاء في ظهر الغيب ترجمة نانسي قنقر